مشاهدين الكرام نجدد ترحيب بكم في هذه الحصة الإخبارية على قناة الأخبار المغربية تقترب الحكومة التي يقودها سيد عزيز أخ النوش من الاستكمال مائة يوم على تنصيبها وكما جرت العراف في المجتمعات الديمقراطية تشكل هذه المحطة مناسبة للوقوف عند الإنجازات الأولى للحكومة واختبار مدى قدرتها على الالتزام بوعودها سواء تلك التي جاءت في البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للأغلبية أو تلك التي تضمنها البرنامج الحكومي المائة يوم الأولى من عمر هذه الحكومة كانت مليئة بالتحديات المتعلقة أساساً بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وما يتطلب ذلك من جهود لإنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل والقدرة الشرائية للمواطنين للوقوف على الأداء الحكومي خلال المائة يوم الأولى يسرنا أن الصديف اليوم ضمن فقرة ضيف المساء الأكاديمي جواد النوحي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط سيد نوحي مرحباً بك شكراً على الاستضافة سيد نوحي الحكومة تشك على إكمال مائة يوم الأولى من عمرها كيف تقيمون الأداء الحكومي خلال هذه الفترة كلمة تقيم في حقيقة هي كلمة كبيرة على مائة يوم لأننا عندما نتحدث عن مائة يوم ليست لحظة السورية المؤشرات الأولى للأداء الحكومي مائة يوم ليست لحظة السورية أو مؤسساتية وإنما هو عرف في الممارسة الديمقراضية في الغالب لا نتحدث عن حصيلة أو ما أنجز لأن مائة يوم تكون غير كافية ولكن نتكلم عن أولى الإشارات اليوم عندما نقرأ مرحلة مائة يوم الحكومة نلاحظ أن الحكومة غالب علي طابع التدبير التقني بدل تقديم إشارات سياسية أو في مجالات أخرى بحيث أن اليوم هي في زخم مواجهة جائحة كوفيد-19 وانعكاستها ثم أيضا في لحظة تنزيل برنامجها الحكومي لذلك الحكومة اليوم هي حكومة سياسية جاءت نتيزة إفرازات انتخابة 8 تنبير ولكن ببعد تقني تدبيري ومن محطة الإصلاحات الأولى يبرز أن هناك ملامح تقوية ركائز ثلاث التي تحدثت عنها في البرنامج الحكومي ركائز الدولة الاجتماعية اقتصاد منتج للشغل ثم أيضا تدبير والحكامة في أولى الإشارات كانت هناك تهم المجال الاجتماعي الذي هو مجال كان ينتظر منه المواطنين لشكل كثير بحيث كان هناك إقرار في مشروع قانون المالية لرفع ميزانية قطاعين أساسيين قطاع التعليم وقطاع الصحة الذين يستحوذان على 40% تقريبا من ميزانية الدولة ثم أيضا الحفاظ على مسألة الدعم بحيث أن اليوم صندوق المقاسة حافظ على الركائز الأساسية بمبلغ 16 مليار درهم سنحل هذه النقطة الحكومة جعلت من تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية يعني ربما شعارها الأساس ومن بين شعاراتها الأبرز ما هي ملامح النجاح أو الإخفاق ربما على تنزيل هذا الورش المؤشرات طبعا لا يمكن أن نتحدث عن تقييم ولكن المؤشرات الأولية للنجاح أو الإخفاء أو الصعوبة على الأقل مسألة النجاح أو عدم نجاح في هذه اللحظة منها الصعب لأننا على الأقل يجب منتظر سنة لأنها كانت أعداد مشروع قانون المالية في الظرفية لم تكن الحكومية التي أعدت في مختلف أطواره ثم أنه في لحظة تنزيل بعض القواعد لأنه في حالة رسل القرارات اليوم الأولية نلاحظ اليوم استكمال مشروع حمال اجتماعي من خلال العديد من المراصيم التي تم المصادقة عليه في المجلس الحكومي ثم أيضا من خلال تخصيص مجموعة من اعتمادات المالية مثلا دخل رقم 13 مليار درهم لفائدة متأخرات القيمة المضافة لفائدة المقاولات في رغبة في الحفاظ على المتوفرات المالية لقيمة المقاولات بالخصوص الصغر والمتوسطة أيضا اتخاذ بعض الإصلاحات التي تهم مجال التعليم مجال الصحة مثلا في التعليم اليوم القادية التي كانت أكثر جدالا وتحديد السن للتحاق بهئة أطول أكاديمية في أقل من 30 سن والتي أتارت نقاشا مجتمعيا ثم أيضا في مسألة قطاع الصحة من خلال رفع عدد مناصف الشغر وإعطائي أولوية إذن أقول أنه اليوم هناك قرارات في المجال الاجتماعي أكثر منه إشارات لنوع من التحول لأن اليوم الحكومة منطلقة من مبدأ أساسي أنها لديها في مدد ولاية خمس سنوات لذلك لم تسع في نظري أن تقدم إشارة أولى بقدر ما حاولت أن تقدم أن هناك معالم إصلاح تضعون لمدة خمس سنوات لذلك أقول أنه أنا لست من المدافعين عن فكرة أن مئة يومية الكافرة بقياس حكومة ناجحة أو غير ناجحة بقدر من أنه سيكون المؤشرات الأولى بعد السنة بالخصوص إعداد نشرق قانون المالية 2023 ثم خلال نصف الولاية ثم بعد انتهاء لحظة الولاية وأنا ذلك يكون التقييم المواطنين في لحظة الانتخابات لذلك أنا لا أدافع عن هذه الفكرة مئة يوم ولكن أعتبرها هي لحظة أو عرف ممارسة ديمقراطية نقول هل قدام للحكومة الإشارات لذلك في الغالب كان دائما هالتحول يكون في الحكومة التي تمر في مرحلة انتقال أو بعد إصلاحات سياسية أو مؤسسات كبرى اليوم الحكومة تدخل في إطار ليست في مرحلة إصلاحات سياسية وإنما في مرحلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية مهيكلة مشروع المجلس كمشروع واعيد إصلاحات اقتصادية اليوم تتوخى تجاوز أثر الأزمة لذلك أقول أننا الآن أمام حكومة تضع تنزيل برنامجها وللاحظنا اليوم جلستين شهريتي لرئيس الحكومة أمام مجلس النواب أمام مجلس المستشاري كانت في الإشارات لمرحلة خمس سنوات ولست لمرحلة مئة اليوم نعم أين على مستوى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ويبقى أحد رهانة الحكومة الحالية كيف تنظرون أو تعالى حتى تفادى كلمة تقيمون كيف تتعلقون على أداء الحكومة على هذا المستوى أقول أن اليوم الحكومة ليست واضعة هذا المشروع حماية الاجتماعية لأنه مشروع ملكي دخم في أجندات زمنية كان هناك قانون إطار اليوم ما هو منتظر من الحكومة هو الالتزام بالأجندة الزمنية وبالقدر على التنزيل جيد أكثر ممكن أن تكسب فيه الرهان لأن قانون إطار وضع مصار هذا المشروع المجتمعية كمشروع وعيد من شأنه أن يغير معالم البناء الاجتماعي في المغرب لأن اليوم في لحظة الانتقال مع بعض كوفيد أصبحت الدول الاجتماعية ركيزة أساسية مواجهة الهشاشة مواجهة الفقر مواجهة مجموعة من القضايا اليوم الحكومة في التزاماتها أظن أنها تذهب لأن عندما نقرأ مشروع قانون مالية 2022 الذي دخل حيز التنفيذ هناك توافق مع ما تم التزام به في قانون إطار المجتمعية ثم أن مجموعة من نصوص تطبيقية تم تنزيلها لذلك الآن أقول أن هناك تناغم بين تدبير هذه القضايا وبين الأجندات الزامنية في الحكومة لكن يبقى سؤال أكبر والأبرز هل يدى الحكومة القدرة على تدبير بعض القطاعات التي ربما ستحتاجها إنجاح للمشروع حماية الاجتماعية وأتكلمني بالخصوص حول القطاع الصحي هل سيمكن أن يكون عرض الصحي جيد لأنه اليوم الحماية الاجتماعية مرتبطة بتطوير القطاع الصحي واليوم وهي أحد أوراش اللي غاد ينتظروا أنه بشكل أساسي كان الإشارات الأولى اللي تتكلمنا بلغة إشارات وليس القرارات رفع عدد مراسيب المالية 5500 من نسبة الوزارة الصحة رفع ميزانية دير وزارة الصحة تطوير العرض الصحي هناك تنزيل تنزيل البطاقة الذكية الصحة إذن هناك قرارات لكن ما يهمونا في نهاية المطاف أنه بعد 2025 نكون أمام حماية اجتماعية تم تعميمها على فئات متعددة في المجتمع مع وجود نظام صحي قادر على أن يستوعب هذا النظام دير حماية اجتماعية لأننا مرحبا دائما في لحظة الخطأ دير بطاقة ترامل وجود بطاقة بدون فعالية اليوم هناك تأمين الاجتماعي هناك إصلاح نظمة صندوق التقاعد هناك أيضا تعويضات على الأطفال ولكن في نفس الوقت يجب أن يواكبها إصلاح صحي ودون أن نسأل هناك إصلاح إداري مهيكل تنتقل من السيجر الاجتماعي هذه القضايا اليوم التي تتبرز أن الحكومة أمام أجندة لأن ميزة الحكومة أنها تشتغل في وجود مرجعيات أساسية المرجعي الأولى خطابات مالكية مؤسسة تضع أمام الحكومة التزامات عملية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي وأيضا لتقوية مكانة المغرب المستوى الخارج المرجعي الثاني هو النموذج التنمى واليوملي وهو ثقة أساسية تضع الصلب المغرب لـ 2035 إذن نجاح الحكومة هو القدرة على التجاوى مع هذه المرجعيات إضافة إلى التطبيق الجيد لبرنامج الحكومة نحيل المعارضة تحدثت عن فرص أضعة الحكومة في تعزيز الثقة أو استرجاع الثقة لدى المواطنين خصوصا وعطت مثلا في هذا الإطار هو تسقيف يعني السن في الثلاثين بالنسبة لمختلف أطر الأكاديميات أكاديمية التربية والتكوين يعني هل يمكن الاعتماد ربما جانب من الإخفاق أو هي لغة المعارضة أم أن هي لغة الإصلاح بالنسبة للحكومة في نهاية المطاف اليوم كانت قضيتين التي تركت خلاف مجتمع أساسي قضية تجوز التلقاح وقضية تسقيف السن اليوم كنا في لحظة تسقيف السن كانوا بين موقفين موقف الحكومة أنه اليوم هي تدخل في إطار تنزيل برنامج التقوي الميكالي وأن هناك استثمار في المستقبل وأن المراد هو تجويد المدرسة العمومية وبين نقاش مجتمعي يعتبر أنه الآن هناك الحكومة أضعت فرصة في أن تمكن فئات عريضة من المجتمع أن تستفيدها من حق التوظيف بين هذه النقاشين اليوم كانت مسألة الأساسية ربما في نظري كانت الأغائب الأكبر وهي القدرة التواصلية كانت اليوم خارجات محدودة لتفسير مثل هذه القرارات اليوم لأن الحكومة كانت أكثر في حاجة إلى تواصل أقوى لتفسير على الأقل قرارة لأن في نهاية المطاف ليس مهم قرار في حد ذاتي وليست لأن القرار في نهاية المطاف لن يعجب الجامعة لا بد أن يكون هناك معارضة في المجتمع لمجموعة من القرارات وهذه هي الدينامية في المؤسسة الدول التي فيها نظام ديمقراطية فيها حركة الاجتماعية وما إلى ذلك لكن ما يهمونا الآن هي القدرة التواصلية كيفية القدرة على التواصل والدفاع الخيارات لذلك أعتبر أنه لحظة جو السرقية ولحظة تسقيف كانت هي لحظة نقاش حكومة مجتمع في المئة يوم الأولى وأعتبر أنها يمكن قراءة كلحظة مفصلية بين خطاب حكومين طرحة بالخصوص بالقادية تسقيف السن كلحظة إصلاح وبين المعارضة وبين المجتمع التي اعتبرها بمثابة نزوع آخر للحكومة وإخلال في لحظة التوظيف فئات عارضة مجتمع بخصوص أن البطالة هي قادية كبيرة في المجتمع السنة مؤخرا كان هناك تطور في الوضعية الوبائية يعني على السعيد العالمي وفي المغرب أيضا هل يمكن اعتبر تطور هذه الوضعية الوبائية ربما كعائق إضافي أو ربما كعذر للحكومة أو هي ليست كذلك لما دم أن الانتخابات تمت في فترة جائحة والحكومة كانت على بينا من كل هذه التحديات وهذه المعيقات اليوم هي جائحة كوفيد-19 وإكرار أساسي أكيد أنه اليوم أحد أولويات الحكومة هي تجاوز إكرارة جائحة كوفيد-19 وتحقيق إنعاش اقتصادي وبواجهة الشاشة اجتماعية واعتقد أنه لحظة كوفيد لا يجب أن تكون مبارئة للحكومة ولا أي حكومة في العالم لأن القدرة للحكومة هي كيفية تدبير أزامات لأن اليوم السؤال الكبير النظري كيف يمكن أن نقوي قدرات وجاهزية الدول لمواجهة الأزامات لأن التاريخ أبان أننا دائما نعيش في لحظة أزامات آخر أمكانت أزامات 2008 ثم أنه مستقبلا يمكن أن تكون هناك أزامات أخرى من طبيعة أو من نواحي أخرى لذلك فالحكومة الآن لا يجب أن تتبررها بمسألة الأزمة وإنما لحظة الأزمة كانت لحظة دينامية وأقول مثلا اليوم ليس كل موقع في تدبير مبعد أزمة كان سلبيا اليوم مثلا تنتكمل في المغرب العنصرين أساسين على الأقل أبرز القدرة الدولة على وجاهزية مواجهة الأزامات أتكلم أولا القدرة في مواجهة مثلا مسألة تطعيم أيضا في مواجهة الخصاص الطبي بوحد القدرة في حقيقة كانت جيدة وأيضا من خلال اليوم انتقال إلى إنتاج اللقاحات اللي غد يكون المغرفي سباق ورائد وأيضا هو توفير المخزون الاستراتيجي من المواد السهلكية لعلى الأقل رغم أن هناك ارتفاع ولكن لأقدر كانت قدرة التوفير للتموين هذا تبين كان واحدة الاستمرارية عملية الدولة في هذا الجانب لذلك أقول أنه بالنسبة إلي الحكومة جاءت في لحظة الأزمة ومنذ أن وضعت برنامج حكومة وحتف في لحظة سياغة البرامج الانتخابية كانت أمام لحظة أزمة لذلك ليست الأزمة يجب أن تكون دارية للحكومة وإنما يجب التعامل كيف القدرة ماذا ننتظر من الحكومة هو تدبير جيد لمابعد الأزمة لتحقيق إقلاع الاقتصادي واجتماع المطلوب نعم على مستوى القدرة الشرائية والحفاظ على القدرة الشرائية الحكومة تحاول أن تتفاعل مع هذا الإكرار هناك تخصيص حوالي 16 مليار درهم لصندوق المقاصة لكن بالمقابل هناك ارتفاع ربما البعض يرى أن هناك ارتفاع الأسعار ويبتل هذه الإجراءات لا تنعكس على أرض الواقعالية مسألة وقت أم ربما مشكلة تواصل أم كيف تفاصل عندما نقرأ مسألة ارتفاع الأسعار لابد أن نربطها بعنصرين العنصر الأول يرتبط بتغيير العوامل الدولية لأنه في نية المطاف هناك السياق الدولي ثم أيضا في قضايا وطنية ما قامت بالحكومة إذا أردنا أن السعر هذه الخطوات كانت على مستوى الأول إذن حفاظ على مستوى الدعم المقاسة في 16 مليار درهم ثم أيضا من خلال تعليق تطبيق الرسوم الجمهورية بالخصوص صادرات من القطن وأيضا من الحبوب الطري والصلب ثم أيضا تقديم دعم المستوردين إذن هناك إجراءات تيبقى هل هي كافية أم له أعتقد في نظر اليوم المواطن في مواجهة غلى أسعار هي حقيقة مطلقة الأمر الذي يجب أن يدفع إلى ضرورة تبني سياسة عمومية مندمجة للحفاظ على القدرة الشرائية المواطنية ولمواجهة الأسعار وهذا لن يكون إلا من خلال تدابير وقرارات مترابدة من بينها مثل الاهتمام لأنه اليوم بعد الصلاع التي يستورد والمغرب والي أساسي في الاستهلاك اليوم المواطن يجب الآن تطور قطع الصناعات في هذا المسجل دينا اليوم مثلا في مجموعة من المجالات في المغرب يجب أن يطور من توجه الداخلي تقوية تقوية قدراته الإنتاجية بعد المجالات ثم في الجانب الثاني وأن يكون هناك مواكبة لعدم ارتفاع الأسعار لأنه في لحظة هناك يقع التضارب لذلك هناك لجنة وزارية تشتغل على الموضوع الأسعار ثم هناك دور مجلس المنافسة الذي يجب أن يشتغل كآلية الضبط مؤسسة دوسوريا للحماية المستهلك من المنافسة لذلك في نظري اليوم حكومة قدمت أولى القرارات لكن تبقى غير كافية في لحظة لأن مسألة الغالة الأسعار هي قضية واقع مجتمعي بالخصوص لأختينا متغيرين هشاش الطبقة المتوسطة الآن لجعل الحكومة أحد أورويتها تقويتها ثم في الجانب الثاني هي الصمرة الهشاشة لأن أحد عناصر الحكومة هي كيفية التقع بمليون مغربي أن يخرجوا بالهشاشة إلى وضعية جيدة لذلك اليوم ننتظر أن يكون هناك إجراءات أكثر من الحكومة في هذا المجل نعم سأل أكاديمي جواد النوحي والسادة القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط نشكرك على كل هذه الإضاحات ونلقاك في فرصة قادمة إن شاء الله شكرا لك شكرا